اشتركوا في القناة ورياضة في الحاضر والمستقبل لأن الشباب هم عماد الوطني ومستقبله وهم اليد التي تبنى بها أمجاد الوطني وتصهم في رفعته لطالما حقق الشباب البحريني انجازات مشرفة رفع بها اسم البحريني وعلمها عاليا فهي ما تستحق حفظها وتسجيلها ومن هذا المنطلق أتت مبادرة بنك الذهب وهو المشروع الاستراتيجي الذي يحمل الكثير من الأهمية من خلال حفظ هذا التاريخ بكافة تفاصيله ونقله للأجيال القادمة مما يساهم في توثيق وحفظ كافة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على مستوى الشباب والرياضة البحرينية بالطريقة التي تلائم مكانتها وأهميتها مبادرة بنك الذهب تفضل جلالة الملك المعظم بتجينها وشمل برعايته تجين موقع بنك الذهب الذي يتضمن معلومات مفصلة عن أصحاب الإنجازات من منتسبي الحركة الشبابية والرياضية وأصورهم ومعلومات عن إنجازاتهم التي تحققت وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد اتخذت الهيئة العامة للرياضة كافة الخطوات المطلوبة لتفعيل مشروع بنك الذهب بالمستوى الذي يلبي الطموحات عبر إطلاق موقع إلكتروني متكامل يمكن من خلاله للجميع المساهمة في إثراء المشروع من خلال تقديم الوثائق والصور والمواد الفيلمية والمقتنيات المرتبطة بالإنجازات البحرينية إن الإنجازات التي حققها الشباب البحريني على مختلف الصعود والمجالات هي حقا إنجازات من ذهب تجسد الاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المعظم للشباب البحريني ليتبوأ أعلى المراكز ويرفع اسم البحريني عاليا بين الدول